اشتركوا في القناة بعض الاطعمة قد تزيد من مخاطر الاصابة بامراض القلب فغالبا يكون من الصعب تغيير عادتك الغذائية سواء كنت تتناول الغذاء الغير صحي لسنوات ولو كنت ترغب في تحسين نظامك الغذائي النهاردة هنتكلم عن 8 نصائح للحصول على نظام غذائي صحي للقلب وبمجرد معرفة الاطعمة التي ينبغي الاكثار منها والاطعمة التي يجب تقليلها فستصبح في طريقك نحو اتباع نظام غذائي مفيد لصحة القلب وأول حاجة من نهاردة هنتكلم عنها التحكم في كمية الطعام عن طريق استخدام أطباق صغيرة للمساعدة في التحكم في كمية الطعام المتاحة لك الاكثار من تناول الاطعمة منخفضة السعرات الحررية والغنية بالعناصر الغذائية مثل الفواكه والخضروات التقليل من الاطعمة ذات السعرات الحررية المرتفعة والغنية بالسوديوم مثل الاطعمة السريعة والمصنعة تناول مزيد من الخضروات والفواكه لأنهم مصادر الفيتامينات والمعادن منخفضة السعرات الحررية وغنية بالألياف الغذائية تحتوي على مواد من الممكن أن تقيم الأصابة بالمرض القلبي الوعائي فتناول الخضروات والفواكه قد يساعد في التقليل من الاطعمة التي تحتوي على سعرات حررية مرتفعة مثل اللحوم والأجبان وأطعمة الوجبات الخفيفة يجب الاحتفاظ بالخضروات والفواكه مخصولة ومقطعة في السلاجة باعتبارها وجبات خفيفة وأغز الوصفات التي تحتوي على مكوناتها الأساسية على خضروات وفواكه مثل الخضروات المقلية قلياً خفيفاً أو الفواكه التازجة الممزوجة في سلطاء اختيار الحبوب الكاملة لأنها مصدر مهم الألياف الغذائية والعناص الغذائية التي تسهم في تنظيم ضغط الدم ويمكن زيادة كمية الحبوب الكاملة في نظام غذائي صحي للقلب والمنتجات التي ينبغي اختيارها هي دقيق القمح الكامل وخفز الحبوب الكاملة ودقيق الشوفان والأرز البني عليك الحد من الدهون غير الصحية للتقليل الإصابة بخطر أمراض الشريين أو ما يسمى بتصلب الشريين وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم والتي يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية تقدم جمعية القلب الأمريكية مبادئ للحد من استخدام الدهون مثل إزالة الدهون من اللحم أو اختيار اللحوم خفيفة الدهن استخدام كمية أقل من الزبدة والسمن عند طهي الطعام مستخدام بدائل قليلة الدسم قدر الإمكان لاتباع نظام غذائي صحي مفيد للقلب والدهون التي ينبغي استخدامها هي زيت الزتون والسمن الخالي من المواد المتحولة والمكسرات اختيار مصادر للبروتين قليلة الدسم يعد اللحم خفيفة الدهن والدواجن والأسماك ومشتقات الحليب قليلة الدسم والبيض من أفضل مصادر البروتين فيجب تناول صدور الدجاج منزوعة الجلد بدلا من البني ويعتبر السمك بديلا جيدا لللحوم عالية الدهن وبعض الأسماك غنية بالأحماض الدهنية وأم جسري فهي تقلل من مستوى الدهون في الدم مثل سمك السلمون والمكريل والرنجة وبزور الكتان والجوز وفول السوية والبقوليات مثل الفاصولية والبازلاء والعطس تعتبر مصادر غنية وجيدة للبروتين تقليل الأملاح في الطعام والإفراط في تناول الأملاح يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وهو أحد العامل الخطيرا مرتبطة بأمراض القلب ويجب استخدام ملح البحر بدلا من الملح العادي المقرر لما له من أخطار اصنع لنفسك نظاما غذائيا مفيدا مكونا من العناصر الغذائية المفيدة لصحة القلب كما ذكرنا سابقا اسمح لنفسك بتناول وجبة غير تقليدية من وقت الآخر يمكن الحذر في الإفراط في تناول الغذاء الغير صحي الذي يؤثر على عضلة القلب ويمكنك تناول الطعام مع وضع صحة قلبك في الاعتبار ودي كانت معلومتنا النهاردة ونتقابل في معلومة جديدة وفيديو جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا